اشتركوا في القناة يعني اليوم نحن قبل العيد كنا امام خطر داهم ولكن سرعان ما يعني مفاعله تبدد الدغرة صار في حدث بجنوب اطلاق صواريخ من الجنوب الى اسرائيل ومن ثم اسرائيل كانت خطاباتها شوي عالية اللهجة ولكن التنفيذ او الرد اذا صح التعبير كان نوعا ما مدروس جدا شو هي القراءة الحقيقية للي صار قبل العيد بلبنان جنوبا يعني اولا يلي جرى في بدايته واعتبروا البعض حدث ربما استثنائي ان تطلق صواريخ من الجنوب اللبناني وبعد دقائق معدودة يتنصر حزب الله من مسئولية اطلاق الصواريخ ويوجه الاتهام الى فصيل فلسطيني غير معروف كمان اللي كان مستغرب ان تلاقي اسرائيل حزب الله بنفس التصريح ان تقول كذلك انه حزب الله ليس مسئولا عن هذا عملية الاطلاق وانه كذلك تتهم فصيل فلسطيني وبعد ذهبنا باتجاه حمس وبعد ساعات كذلك كمان في مؤشر اخر انه رئيس الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي اعرب طبعا عن شجب لبنان لهذه العملية واعرب عنه هذه عملية مستنكرة وسمح لنفسه في خلال السياق يلي بالبرنام بالتصريح تبعه انه قال عبر بما يعني وكأنه حزب الله كذلك هذه المرة استعمل الحكومة كبنصة او عبرت الحكومة عن نفسها وعن حزب الله انه كذلك لا علاقة لهم وهم بالعكس يعني متمسكون بالاستقرار والى اخره اذا عوامل التفجير بالحقيقة لم تكن موجودة يعني يعني اعتدنا او دائما يعني عامل التفجير يلي باذهان الناس وبلا وعي الناس انه عندما يكون هناك اتهام لحزب الله فخلينا نطلع شو ردة الفعل ولكن عدم تحديد هذه المسئولية اولا شطب عملية ردود الفعل باتجاه الداخل اللبناني بحجة ضرب مواقع لحزب الله ثانيا البحث كان انه وكأنه صرنا نطرين وين الرد الاسرائيلي واين يوجد فعلا قواعد فلسطينية في الجنوب طيب كلنا بنعرف وانا يعني كان عندي خدمة طويلة بالجنوب كلنا بنعرف انه بالجنوب في ثلاث اطراف اليونفل وجيش اللبناني وحزب الله وكلنا بنعرف انه حزب الله لطالما لطالما سجل اعتراضاته ونفذ اعتراضاته بواسطة المواطنين على الطرقات عندما كان يرى انه تحركات اليونفل لا تتماشى مع حصرية سيطرته على القرى الجنوبية يعني لا يمكن لي فصيل خارج عن سلطة حزب الله لتحرك بالمرة بالمرة سيما انه مجموعة الصواريخ ثلاثين صاروخ اللي اطلقوا واللي شفناهم من الصور العمام والجيش اللبناني يعني هايدي صواريخ بداية يستلزم نقلة وتركيزها وقت طويل ثانيا صواريخ غير موجهة بالحقيقة هي هي يعني هي سيناريو تيفي لعملية اطلاق صواريخ لانه هاي صواريخ لا قيمة عسكرية لها لا قيمة لمفاعلها على اسرائيل وبعدين لا يمكن توجيهها وبالتالي شفناها وان راحت على اسرائيل وما في شي يعني اذا عنوانها كان ظاهر انه نصرة للأقصى هو عنوانها الحقيقة شو مش عنوان شي يعني حتى استعمل الأقصى هون تب ليش بدك تنصر الأقصى من لبنان يعني يعني حادث الدهس في الداخل الاسرائيلي اعطى يعني وقع واعطى هيكي نوع من الرهدي اذا بدك للمستوطنين الاسرائيليين وحادث اللي صارت كمان يعني حادث طعن وحادث دهس اكتر بكتير من هيدا الحادث ياللي مقلوا معنا مقلوا معنا يعني حتى عملية انه لبسه قصة الأقصى كمان طلعت يعني مش على الدكتفه للموضوع فبالنهي هذا الحدث كان يراد منه برأيي اللي انا في الظاهر مسألتين مسألة الاولى انقاذ يعني الداخل الاسرائيلي وانقاذ حكومة نتنياهو ياللي سارعت المعارضة على الثانية لأير لبيد لحتى تقول انه نحن عندما تتعرض اسرائيل للخطر فكلنا نقف وراء الحكومة ووراء الجيش وبالتالي تم تنفيذ حركة المعارضة الموجودة ضد نتنياهو ياللي يوم الحركة المقاومة هي انقذت نتنياهو اذا بدك هيك ثانيا ثانيا انه اعطينا لنتنياهو كذلك يعني حافز انه يقوم بعمليات وان يكون محدودة ومدروسة جدا كما كانت مدروسة في لبنان في قطاع غزة عم نحكي عن تنسيق بين الجنبان عم نحكي عن تبادل الخدمات ليست للمرة الاولى يعني تحدث للمرة الاولى شفنا على طول في حوادث بجنوب لبنان ورأينا دائما انه هناك عندما يكون هناك تعثر سياسي في الداخل الاسرائيلي يحصل حدث ما في جنوب لبنان وعندما يكون كذلك الخطاب مرتفع ضد صلاح حزب الله في الداخل يعني تقوم اسرائيل بما تقوم به وبالتالي ولو يا شباب مش شايفين اسرائيل شو عم تعني فلنوقف السجال حول سلاح حزب الله إلا اللي نقول انه حول القوات اليونيفل المنتشرة في الجنوب اللبناني هناك فريقين هناك طهران في الجنوب اللبناني وبعدها اضيف للميدان السوري وهناك تل أبيب في المقلب الآخر وهناك دائما اتفاق على استمرار مهمة اليونيفل عدم تعريض الأطراف لبعضها لأخطار والاستفادة قدر الإمكان من حالة التوتر هذه سواء على صعيد الإيراني لأن تقول إيران أنا موجودة على حدود اسرائيل وأنا أسيطر على الحكومات وووائل آخره وهذه ورقة للتفاوض وكذلك في الداخل الإسرائيلي هذا الاستنفار الذي كذلك لم يعد يلاقي صداه في الجمهور عند لدى الجمهور الإسرائيلي الذي أصبح يستشعر أن الخطر لا يأتي لا من الحدود اللبنانية ولا من الحدود السورية ولا حتى من قطاع غزة الخطر يأتي من الفلسطينيين الذين يسكنون في الداخل الإسرائيلي والذين فعلا أصبحوا ينافسون بقدرتهم الديموغرافية في قدرتهم قدراتهم البشرية في قدراتهم الأمنية على معادلة الأمن يعني الضعيفة الأمن المجتمعي الضعيفة في الداخل الإسرائيلي حدث رغمتين لأنه الشعب الإسرائيلي اليوم عيش بقلق من وراء الأشياء اللي عم بيعملها الفلسطيني الداخل اليوم الشعب الإسرائيلي بدأ يطرح أنه ما هو مستقبل إسرائيل التي سوف تستمر يعني على طول في هذه الحالة من عدم الاستقرار وأعود وأقول أنه الخطر ليس من الحدود طب عملية الألفان وستة التي تعدي يعني أكبر عدوان إسرائيلي دمر لبنان طب إلا ماذا انتهت يعني قبل عدوان الألفان وستة وين كنا؟ كنا مرسمين لحدود وفي قوات الطوارئ الموجودة بعد الانسحاب تبع سنة الألفان طب الألفان وستة ماذا حدث؟ راح حزب الله اختطف جنديان إسرائيليا من داخل الأراضي المحتلة تعرضنا ل 33 يوم قصف دمر لبنان خسائر في الداخل الإسرائيلي كانت قليلة جدا ثم حطينا القرار 1701 هل ما بعد القرار 1701 من ناحية المكاسب الوطنية بين هلالين أو ما يدخل تحت عنوان الممانعة والتحرير هل فعلا اكتسبنا شيء؟ الجواب لا بقيت الحدود حيث هي أدخلنا عشرة آلاف جندي أجنبي إلى لبنان وبالتالي إذا كان هناك من فكر أو من يعني عقيدة ما لزالت لدى الشعوب العربية ومن الشعب اللبناني بأن يكون هناك فصيل يهدد الداخل الإسرائيلي انتفى الموضوع جبنا قرار دولة وعشرة آلاف جندي وقوائد اشتباك وقلنا لكل الناس أنه انتهت الصراع العربي الإسرائيلي على الحدود لم تتغير لم تتغير قوائد اشتباك صارت قوائد اشتباك في خدمة في خدمة الطرفين المنتشرين على أطراف الهدود بس اليوم في ثلاث جبهات عم تضيق إسرائيل وإسرائيل عم تردع لها يعني في لبنان في غزة في شوريا مش عم تضيقوا لا ما عم تضيقوا أبدا أبدا هذه منصة لإطلاق الرسائل لخدمة الداخل الإسرائيلي ولخدمة طهران رأي ثم يعني نرى كيف سيكون إسقاط الاتفاق الإيراني السعودي على الساحة اللبنانية ونرى بالتالي شو مصير شو مصير هذا الوضع اللي موجود في لبنان وهون نفتح قوسين لنقول أنه عندما يعني أقر حزب الله أنه هناك فصيل فلسطيني موجود في لبنان وهو لا يعرفه وهو غير قادر على رأس التحركاته وهذا الفصيل قادر على نقل عشرات الصواريخ ووضعه في منصات إطلاق وإطلاقه على الشمال الإسرائيلي على الفلسطين المحتلة ودون أن يعلم حزب الله بذلك هذا يعني مسألتين المسألة الأولى أنه هذا الحدث العسكري تم بأمر فوقي لقيادة حزب الله تقصد طهران طهران نقطع السطر ثانيا أنه اعتراف حزب الله أنه هناك فصيل فلسطيني يعني طبعا اعتراف بين هلالين وتحت منه 3-4 خطوط طبعا طبعا إذن يا شباب حتى ولو نحن انضبطنا في الداخل اللبناني فهناك فصيل فلسطيني نحن هذا ما بنعرف عنه شيء هو من سيتولى عملية المناوشة من الجنوب اللبناني أو من الجنوب السوري على إسرائيل وبالتالي يعني مثل ما بيقولوا نحن خي بريئين من دم هذا الصديق وبالتالي بدكن تنتظروا وربما ينتظر اللبنانيون عن كل منعطف أن يكون في إطلاق نار من الداخل اللبناني يتبني فصيل فلسطيني ويتبرق منه حزب الله ونقول إلى نفس الدائرة وإسرائيل تقول مش حزب الله وخلصنا يعني يعني بس اليوم بارح يعني مساء كان فيه كلام لناتنياهو وحيت حزب الله بالبداية ولكن قال أنه هذه الصواريخ تمد يعني حزب الله يمد حماس بها بتطلق من لبنان ولن يسمح لحماس بأن تستخدم لبنان منصة لمحاربة إسرائيل أو لقصف إسرائيل هل هذا يفتح الباب أمام أنه إسرائيل يستهدف حزب الله بهذه الحجة ولا كمان كلام فقط سيبقى كلام لا هيدا مثل لما أنت بدك تكيفح المخدرات في لبنان بتيجي بتمسك المدمنين مش تجر المخدرات هاي دي هيك أنه برقنا حزب الله ولكن قلنا هو عم يعطيه الصواريخ لحماس ولا الناس محليه حماس إذن مثل ما عم قل لك أنه مثل أنت بدك تحارب المخدرات بالبلد بتيجي أنت بتمسك المطعاطين مش بتمسك اللي بيروج أو اللي بيصنع هاي نفس الكذبة نفس الوصة نفس الوصة إسماعيل هنية كان في لبنان والتزامن وجوده في لبنان مع إطلاق هذه الصواريخ ماذا فعل في لبنان؟ خصوصي أنه نحن بآخر فترة كنا عم نسمع من السيد نصر الله ومن كذا فصيل يقاوم إسرائيل أو يعادي إسرائيل أنه بنا نرجع نعمل شي اسمه غرف مشتركة للتنسيق المشترك يعادة أحياء الغرف المشتركة نعم يعني هل وجوده هون بهذا الإطار وشو كانت يعني زيارت وشو هدف زيارته؟ يعني إسماعيل هنية هو شاهد زور على ما حصل بس موجود في لبنان أول شي ضوّينا على إسماعيل هنية أول شي لماذا سيأتي إسماعي من إسماعيل هنية؟ كي يستقبل مثلا من رئيس المجلس النيابي من هو إسماعيل هنية؟ قائد حركة حمس لكي يستقبل من خبال رئيس المجلس النيابي؟ لماذا؟ هو فصيل فلسطيني أساسي أنا بفهم أنه أنا بفهم في استقبل يؤزموا على الغدى بالعزيمة شخصية ولكن أنا أسأل يعني أنه اليوم إذا إجع الرئيس محمود عباس أو أي مسؤول من السلطة الفلسطينية وإستقبل بشكل رسمي هذا يمثل دولة ماذا يمثل؟ إذا كان بفهم أنا يعني يمثل فصيل فلسطيني بفهم أنا يستقبله أمين عام حزب الله وخي نحنا منظمتين خارجتين عن هيكليات الدول وبالتالي نلتقي عجبهم لبنانية والحكومة اللبنانية ولا مش عجبهم هذا شيء تاني ولكن يعني إسماعيل هنية يأتي إلى لبنان طب استقبلوا بهدف شو جابوا له هون أول شيء حتى لاستكمال المشهد إسماعيل هنية حضر إلى بيروت لاستكمال المشهد يعني هذا اللي كنا عم نشوفه يعني في ظل الأجواء الرمضانية مثل حرش العيد هذا كان مثل حرش العيد وإسماعيل هنية كان مثل هذا الجمل يلي بمشوه بحرش العيد وبركبوا عليه لأولاد هاي دي القصة من أولة لآخرها بكل كاريكاتورية يعني إنه أتى إسماعيل هنية وحكي عن توحيد الساحات ثم أطلقت ما يسمى بحركة حماس ثلاثين صاروخ تيفهين مثل اللي ركزن واللي أطلقن لا قيمة عسكرية لها حتى المنطقة اللي أطلقت منها ما هاي دي صارت مثل مثل المنطقة المتنازع عليها بمزارع شبعة يعني حزب الله بده يعمل عملية شكلية يطلق الصواريخ على منطقة ما فيها حدا الإسرائيلي برد عليها يعني هي مزملة صواريخ أصبحت اليوم أطراف بلت القليلة هي منصة لتبادل الرسائل إجهة الإسرائيلي ضربة شو ضربة ضرب بستين الموز ما كلنا شفنا شو هاي دي شو أطلقنا واذا قال الإسرائيلي يعني قصفنا بني تحتية لحماس ما كما في داخل اللبناني ناس يعني ساعمت هذا التضليل كذلك في داخل الإسرائيلي ناس ساعمت هذا التضليل يعني بس اليوم عم نشوف تفعيل للدور الفلسطيني في لبنان حتى عم نسمع أنه داخل المخيمات هناك من يتحرك هناك جهات إسلامية يمكن فصيل من فصائل حماس أو التابع إلى كمان عم تتحرك طب هذا يعني لوين بودينا هذا مضمن التمثيلية هذا مضمن التمثيلية فلنعترف فلنعترف لا يستطيع أي فلسطيني أن يخرج أو يدخل من المخيمات الفلسطينية بس سناء المخيمات المنتشرة على الحدود اللبنانية السورية بس يعني ما في خطر داهم سيخرج من المخيمات لا أبدا المخيمات فيها كل الناس تروح تعينها من نهر البارد لنوصل لها مخيمات سور رشيدية وغير رشيدية ولكن الإسرائيل ممكن يصير يرد يقصف هذه المخيمات أول شي هذه المخيمات يتحمل مسؤولياتها الجيش اللبناني يلي موجود على مدخلها والذي يفتش الداخل والخارج والتي لا يخرج منها ولكن يقال أنه تحوي كثير من المطلوبين يا أخي تحوي أدبا بدك من المطلوبين أدبا بدك ولكن هذا المطلوب لن يستطيع الخروش وإذا تمكن من التسلل لن يتمكن من التسلل هو يحمل صواريخ معه قلينا نكون واضحين هو يخائيين إسرائيل لن تصل إلى قصف المخيمات مش موضوع لن تصل أو ستصل يوم لما نحكي عن حراك ريخ المخيمات هذا الحراك لن يؤدي إلى أي شيء إلا إذا أرادت طهران ذلك وأراد حزب الله تنفيذ ما أرادته طهران نطع الصفر هاي المخيمات فيكن تروحوا تغطوها أعالميا بتوصل على باب المخيم بتلاقي حواجز للجيش اللبناني الفراغات كلها تشريت شيئي كالداخل والخارج بيوقف وبالتالي هذه المخيمات لا يخرج منها أحد ولا يدخل إلى أحد إلا بإذن الجيش اللبناني ومخابرات الجيش اللبناني ثانيا المظهر الآخر حافظ لبنان داخل هذه المخيمات رغم أنه زار الرئيس عباس لبنان مرات عديدة وسؤل من قبل الصحفيين ما مصير السلاح الفلسطيني ومستقبل السلاح الفلسطيني داخل المخيمات شو كان جوابه الفلسطيني الموجود في لبنان هو تحت سلطة الدولة اللبنانية إذا شاءت نزع السلاح فلتنزعه وإذا شاءت الأبقاء على السلاح فلتبقيه ونحن لا علاقة لنا بهذا السلاح إذن لما بيقول رئيس السلطة الفلسطينية أنه هذا السلاح لا يعنينا إذن لماذا أبقينا على ثنائيات داخل بعض المخيمات مثل عين الحلوة وغير عين الحلوة مسؤولية الدولة اليوم مسؤولية الدولة ومسؤولية القرار السياسي المتعثر والأمني المتعثر الذي دائما حافظ على ثنائيات سياسية إقليمية داخل المخيمات جوايت عين الحلوة شو فيه فيه فصيل لأبو عمار وفيه فصيل لبشار الأسر وفيه فصيل لحمس بشيك؟ طبعا يستفلوا بالعقيدة السياسية يفكروا يلي بالدنيا ولكن ليش بد يكون لبنان هو مسرح لهذا الاختتال سواء داخل المخيمات أو لإرسال هاي الرسائل ده اللي انت عم بتقولها نقطع على السطر كل حال هذا خطاب الخوى المسيحية أو السيادي هذا خطاب مفهوم الأمن الوطني شو بدي بالخطاب المسيحي؟ لاش أساسا شو المسلمين بدون هيك؟ يعني أنه ناخد اليوم أي شغلة إلا علاقة بالدستور وبننسبها للبناني دون آخر هذا تجني على اللبنانيين مثل يلي بيقلك اللامركزية الإدارية هي مطلب مسيحي اللامركزية الإدارية هي مطلب دستوري موجود في وثيقة الوفاق الوطني فقدر لشو اللف والدوران؟ لا ليست مطلبا مسيحيا هي مطلب لبناني من آخر واحد بلبنان من أكبر طايفة لآخر واحد بأصغر طايفة للملحدين بلبنان كلهم خيه بدوا اللامركزية إدارية نقطة على السطر وهي نفس القصة هذا السلاح لا يريد أحد أن يكون له دور في لبنان باستثناء القوى الإخليمية التي لديها منفذين على الأرض شو معناته؟ وإذا تحركوا الإسلاميين داخل المخيمين ما طالما فيه جيش ضابط المخيم فأذن لماذا هذا الرهان؟ هلأ بكرة بتقلي جبنا مدري كم واحد مدري منين ونفذوا عملية باسم فصيل إسلامي كان بعيني الحلوة بقلك هايدي فصل جديد من هذه التمثيلية السمجة المؤذية المتوحشة التي يعني تهدد لبنان بدي علق كلام كمان قالوا نتنياهو مبارح خصوا باتفاق ترسيم الحدود وبيقول أن حكومته ستصحح نتائج هذا الاتفاق كمان هذا يعتبر تهويل ولكن فعلا الاتفاق اليوم بخطر خصوصي بعد اللي عم نشوفه من ضربات بالجنوب أنا أعتقد أن الاتفاق بأمان وأن الاتفاق هو أحد قواعد الاشتباك الجديدة التي أرسعتها تهران مع فرنسا ومع الأمريكيين ودليل على ذلك الاستثمارات الخليجية القطرية والإماراتية سواء بحق القاناة أو بكريش الإسرائيلي واللي هذي لم تكن لتتم لو لم يكن هناك أطمئنان أن الحقول الغازية هي خارج الصراع وبالتالي كل ما يدار الآن لا علاقة له بهذا الموضوع لكن تبقى ورقة ضغط كبيرة ورقة ضغط من مين؟ من الجانبين إذا حدا بده يصاعد بيستخدمه الإسرائيلي ليش بده يصاعد؟ ليش بده يصاعد؟ إسرائيلي يستخرج الغاز ويبيعه على أنظار كل الناس وطهران ليش بده كمان تدمر مصالح هي في النهاية مستفيدة منها في السياسي على الأقل على الأقل لحد دلق بالسياسي على الأقل وكلنا شفنا يعني التواصل المشبوط ما بين شركة توتال وبين قيادات من حزب الله وكل الصحافة حكيت عنا يعني ما بده القصة بقى ثلاثة يعكو فيها خلينا على طول خلي اللبنانيين يكونوا واقعيين هناك لعبة على الطاولة أكبر من حجم الدولة اللبنانية وأكبر من حجم المواطنين في لبنان يعني أكتر شيء بيقدروا اللبنانية يعملوا أن لا يقلقوا من هذا تبادل للرسائل وتبادل الأدوار وأن لا يكونوا ضحية يعني مضللين في هذا الموضوع بخلاف ذلك هناك تمرير لمصالح دولية حتى العسكرة الأمريكية في المنطقة يلي شفناها إجت الغواصة ما بعرف مين وإجتازة قناة السويس وإلى آخرين كل هذا الكلام يعني منقدر نبرره إذا بدأت وهذا يعني أن تريد الولايات المتحدة أن يعني تقصف مواقع الميليشيات فهي قادرة وهي القوة الأولى في العالم ولكن حضور الغواصة النووية اليوم حضور الغواصة النووية اليوم ليش استشعار خطر لا هذا حضور هو هذا ما تقوم به هذا دور الأمريكيين دائما هو إظهار الكوة لمسألتين المسألة الأولى للقول أنه هناك موقف جدة وهذا يعني ما ما يعجز الأمريكيون عن إثباته لأنه لم يعود الموقف جدة والموقف الآخر إذا كان هناك بعض الشذوذ الذي يجب ضبطه فيجب إيصار رسالة إلى من يعني هم الأمر أنه نحن جديين في ضبط أي خروج وبالتالي كل هذا المسرح كل هذا المسرح هو صار بين اللاعبين اللاعبين اللي فيه اللاعبين اللي فيه واضحين ليس هناك لاعب في سوريا أكبر من اللاعب الإيراني طبعا اللاعب اللاعب الروسي عنده غير اختصاصات عمたい largely عن مستوى الميليشيات وتبادل الرسائل مع الأمريكان طيب اللاعب في لبنان هو اللاعب الإيراني اللاعب في غزة هو اللاعب الإيراني اللاعب في اليمن هو اللاعب الإيراني خليني يعني وافع القصة هيا لايش عمضروح يوم حضرت عنا بتقول انه جنوب لبنان هو غزة جديدة يعني لماحت باخر كتاباتك انه صح انا تحتاج طهران وطل ابيبي لغزة جديدة قد يكون جنوب لبنان صحيح انا قلت اذا كان واللي قلت لك يا باول الحديث انه اذا كان هلأ يعني هذا الموضوع يلي عم نقول انه نحن مش عم نسدق انه في فصيل فلسطيني جيب سلاح وصواريخ دون علم حزب الله ودون علم حدا وحصل ما حصل اذا بنفس الطريقة مثل ما قلت لك بكرة بدون يطلع يمكن حدا يقولها وطلعوا من المخيمين وقاموا بهذه العملية وبالتالي بيصير جنوب لبنان هو مسرح جديد لتبادل الرسائل مثل غزة وهل يسا يكون هناك دور جديد لحزب الله في السياسة الداخلية طبعا سيتفرق حزب الله للسياسة الداخلية سيصبح فصيل منضبط اكتر بالمعيار الاسرائيلي هذا ممكن يكون من نتائج الاتفاق في بكين نعم طبعا طبعا يعني حضرتك مع النظرين يوم فصلي ليش توقفت محطات التلفزة يلي كانت تابعة للحوثيين بلبنان هذا البعض يربطه انه بالمشروع بالاتفاق اليمني هذا معناه هذا معناه انه عندما تريد طهران ان تسكت كل هذه الفصائل فالموضوع يستغرق ثاني واحدة امر واحد من الحرس السوري الايراني تصمت كلها ودي الناس وبالتالي خلينا نقول نحن في لبنان هناك حزب مسلح تأمره طهران عنده حرية عمل مرسومة بدقة اما بخلاف ذلك كل الرسائل الاقليمية هي رسائل موضوعة في خدمة طهران وليس في خدمة اي فريق اخر اعم امام هذا المشهد الكبير اللي حكينا فيه هل هناك مخاوف من حرب كبرى ولا كمان ستبقى اللعبة بحدودها اول شي حتى ولو كان هناك حرب كبرى على شكلك الالفان وستة فهذه الحرب مضبوطة بمراحلة مضبوطة باهدافة ومضبوطة بالجهات المنفذة ليس هناك حروب عشوائية في العالم الحديث بس اليوم مصلحة اسرائيل تبلشها ما في مصلحة يعني من يبدأ الحرب مش هو الفريق يلي له مصلحة اكتر الحروب اليوم هي لتحقيق اهداف سياسية يتم اتفاق عليها قبل انطلاق الحرب لكي تأتي الحرب كسيناريو مكمل لرسم خطوط التسويات فيما بعده رحنا على الالفان بتسوية انسحاب لا ندري ما هي مسبباتها طيب انسحبت اسرائيل من جنوب لبنان لم تفاوض الدولة اللبنية فاوضت حزب الله عبر الالمان اذا هناك دور اوروبي او دور دولي ليه هذا ليه الدور الذي سيلعبه حزب الله الاوروبيين بقولوا نحن بنحكي مع الطرف الاقوى يعني خصوصا فرنسا الاوروبيين اول شي بالثقافة الاوروبية في الاوروبية بحكي مع دول بحكي مع منظمات ممكن تحكي مع منظمات من تحت الطاولة ولكن ان تعلن انسحاب جيش محتل من دولة محتلة ارضها عبر التفاوض مش مع الدولة عبر التفاوض مع طرف عسكري ولكن في هذيك الوقت كان حزب الله نوعا ما مقبول من الدولة وحتى كانوا يعتبروا محاولة اول شي اول شي ما طالما هناك احتلال كل الناس مع اي عملية تكون ضد العدو الاسرائيلي نضجت هذه الاجواء في حينها انسحب العدو الاسرائيلي بتسوي مفاجأة عفشوا الاسرائيلية ومشيوا حتى لم يطلب للدولة اللبنانية ان تلتزم يا خيتي نحن انسحبنا يتفضلوا وعملوا واجباتهم على الحدود وكذلك منع منع الجيش اللبناني منع في حينها سنة الالفين من قبل السوريين ومن قبل طبعا طهران من انه ينتشر الجيش اللبناني في الجنوب وكان الجيش اللبناني موجود بشكل صوري الجيش اللبناني من الالفين لالالفين وستة كان شاهد زور الجنوب مفشي في قوة امنية مشتركة عديدة اقل من 300 جندي كانت تقوم بدوريات على الطرقات ممنوع الجيب ينزل عن طريق الزفت يعني فكانت يعني منها التمثيلية تبجينا على الالفين وستة نسحب السوري من لبنان دخلنا بنقاش وطني حول سياح حزب الله قتل عدو الاسرائيلي بها العملية بعد الاختطاف الجنوب طيب تلقى تلقى تلاتة وثلاثين يوم اربعة وثلاثين يوم وين صرنا؟ صرنا بالأخير دمر لبنان وعدنا الى ما كنا عليه بس اضفنا المكون الدولي هناك طيب اليوم اليوم شو بدي يقول يعني اليوم لم يعد هناك من مجال لإقناع اللبنانيين انه هناك موجب لسلاح حزب الله ضد اسرائيلي يعتبر انه اليوم دوره ردعي لأي يا خي الله يخليك ما الدولة اللبنانية بتردعي يعني انا بدي اسأل يعني انه لماذا المواطن هل تستطيع يعني؟ هل عندها قوة؟ والله بدي انا بدي اعتيك مثله المثل الاول هو مسألة المعارك التي خاضها الجيش اللبناني في نهر البارد وكل الناس يعني اجمعوا برغم الامكانات اللي بنحكي عنا امكانات ضئيلة على قتال فصيل ارهابي مسلح تم اطلاق صراحه من السجون السورية واجه عملي اللي عملوا في جنوب البدان مسألة تانية هي مسألة الجرود طب ألم يقاتل حزب الله أشهر في الجرود دون أن يتمكن من تدمير مواقع لداعيش طب المعركة مع الجيش اللبناني استغرقت عشر تيام وبالأخير اخرجوا لجماعة الداعيش بأوتوبيسات مبرحة نقيل انه بمؤازرة حزب الله لا ماش مؤازرة حزب الله ولا شيء ما كان له علاقة حزب الله بالموضوع كله من أوله لآخره طب إذا كان حزب الله لوحده بأشهر لم يحسم المعركة بدي يسلم مع الجدلة ودخل الجيش اللبناني كان موفو حاسم يعني أصلا من هو؟ الجيش ساعته أنه صار جيش مية بالمية مية بالمية طب حزب الله قاتلهم شهور ولم يخرجوا قاتلهم الجيش اللبناني بمؤازرة حزب الله فخرجوا طب مين بكون المكون الأقوى بعدين خلينا نخلص من هذا الموضوع أول شي حبيبي حماية حدود لبنان هي أشاء وطني لكل اللبنانيين بالجنوب وغير الجنوب وشيعة وغير شيعة فلنخرج من هذا النفق ونعمل هذا الاستئثار بالدورة الوطنية لصالح مشروع ديني موجود خارج لبنان خلنا نطلع من هالموضوع كله سوا يعني ألم يكن اللبنانيون الذين قاتلوا العدو الإسرائيلي عندما وصل إلى بيروت منتمين لكل الطوايف اللبنانية لماذا القول يعني أنه كل هذه الدينامية غير موجودة إلا عند مجموعة من الشيعة التي يعني يقبرة حزب الله وترتبط بالطهران يعني باقي العالم مش رجال يعني أنه باقي العالم تنقصهم الذكورية والإقدام والاقتناع بالواجب الوطني بس حزب الله هو المدرسة خلنا نطع منها الغنية بقى خلاص يعني أصبحت أصبحت هذه سردية سمجة لا تعبر عن شيء هذه السردية ممكن أن يضع لها الاتفاق السعودي الإيراني حد في لبنان يعني حضرتك تكتب وتقول أنه لبنان وسوريا في قلب الاتفاق السعودي الإيراني صحيح ولكن البعض بيقول أنه لبنان هامش في هذا الاتفاق حضرتك عام بتقول كلام يناقض هذا الكلام صحيح كيف هو لبنان في قلب ذلك؟ أول شي خلينا نقول أنه فلنسلم أنه نحن منصة إقليمية دولية لتبادل الرسالة. خلنا نطلع عن هذا الموضوع. يعني أول شي الدولة اللبنانية لا قيمة لأي قرار تأخذه إذا إلو علاقة بالأمن الإقليمي. خلنا نستخدمه. حتى الرئاسي يعني الرئاسي تحق خارجي. صحي. حتى هذه الرئاسي إذا أصبحت أحد ملفات المتصلة بهذا الموضوع تصبح كذلك ملف. حتى يعني لما اليوم نحكي عن فساد بالبلد. هذا المال السياسي إلى أين يذهب؟ أليس إلى تمويل المنظومة السياسية؟ طيب بالتالي فإذا أصبح الأمن والجمارك والتهريب على الحدود كذلك ملف إقليمي. ولذلك الدولة لا تستطيع أن تفعل شيء. يعني خلينا نقسمها القصة. يعني يعني اليوم الخط الذي فتح لحزب الله من مرفق بيروت بعد تدمير الضاحل. يعني الاتفاق ممكن أن يحل مسألة الحدود. هذا ما نرجع نسأل. هذا الاتفاق هو اتفاق بالعنوان اتفاق على الاستقرار واتفاق على توزيع يعني خلينا نقول اتساق التواجد بطريقة تعاونية وليس بطريقة تنفسية بالمعنى الشارسة الكلمة. والضامن بهالموضوع هو الصيني. الصيني هون له وقع. ليش؟ لأنه الصيني بيعمل مصالح. الصيني ليس له مصالح بالمعنى أو من المنطلقات اللي بيستخدمها الأمريكي والغربي. الأمريكي والغربي بيجي بيطلع حوثة سنة شيعية ما بعرف شو. بيجيبهم بيركبهم ع بعضهم كردة بيركبهم وبلش يخترع فيه. الصيني لا يفهم في هذا الموضوع. أنه أساسا الطوايف غير موجودة في اعتباره للصيني. الصيني بيجي بيعمل مصالح. لذلك عملية المصالح هي التي تضبط إقاع أي اتفاق تقوم بكين برعايته. اليوم خلينا نقول طيب إذا كان هذا الأمن لا يجزأ. يعني إذا اليوم اتفقنا أنه لن يكون هناك تهديد بالمخدرات من لبنان ومن غير لبنان نحو الخليج العربي. يعني عم نحكي موقف التهريك. عم نحكي حزب الله. يعني خلينا نفهم هالموضوع. اليوم ما عدا بيجي نقول حزب الله ما يكون لك دور سياسي. ولكن هذا الدور السياسي. بس هل في دلائل أن حزب الله اليوم هو راعي هذا التهريب والمخدرات؟ يعني يقال أنه هذا اتهام سياسي. أنا خلينا خلينا نقول شغله. خلينا نقول شغله. اليوم مش بس أنا بدي أحكي بهذا الموضوع عن حزب الله. بالدولة اللبنانية كان هناك دائما قبل حزب الله بؤر لزراعة المخدرات ولتهريبة. في حين هي برعاية مين كانت التن؟ برعاية الطبقة السياسية. يعني ليش ما كانش تنزرع المخدرات إلا في مناطق نائية هون وهون وهون. ولأنه هون هيك بتصير وجود الدولة هامشة بالحكم السياسي اللي تتبع على الدولة. وهذه هؤلاء المزارعين. إن شاء الله فكرة كان اللي بيزرع له جلين ثلاثة حشيشة إنه هذا يعني عنده شبكة على أوروبا ليصدره. لا هذا في خدمة استأثار يقوم به طرف سياسي ما نافذ بالبلن. طيب اليوم أنا بدي سأل سؤال إنه حزب الله هي اللي بيقول إنه نحن نتصدى لداعش ولإختراقات داعش على الحدود الشرقية. وهي يعني وبيتنغم معه كان يعني بعض الأطراف مثل جبران بيسيل وغيره إنه لو لحزب الله كان وصل الداعش على جونية. مش هيك بيقول؟ طيب كتير مني. كيف أنت تستطيع أن تضبط الأمن وتقاتل داعش على الحدود ولا تستطيع أن تضبط وتمنع معامل تنتج المخدرات في بقعة عملك؟ خلينا نفهمها هيدي. يعني أنا مش معقولة إنك أنت تكون بتعمل الكبيرة وما بتعمل الصغيرة. لكن الموضوع التهريب والمخدرات أساس بلبنان بهذا الاتفاق. طبيعي. ماذا سينتج الاتفاق لبنانيا غير هذا الموضوع؟ خلينا أقوله شو ينتج على الساحة اللبنانية؟ أنا برأيي اليوم في اختبار لهذا الاتفاق. وهذا الاتفاق يعني اليوم كلنا شايفين إنه من ساعة الاتفاق لهلا لم يخرج حزب الله بجملة واحدة يتهجم فيها على دول الخليج. مشاهد؟ فأذن تب هذا كيف صار؟ بقدرة قادر؟ لا. فأذن في إعاز إيراني إنه يا شباب سويتش أوف كل شيء اسمه ميديا ضد الخليج لأنه الموضوع هلأ هيك. هذا اللي صار. واحدة. حتى يعني ما عد فيه كمان يعني لأنه ما عد فيه يعني هجوم. كذلك من الجهة الخليجية لم يعد هناك بس صارت الإزاعات تحتي عن استكمال الاتفاق وترتيبات الدبلوماسية لفتح السفارتين والآخرين. طيب. بس ألي أخرى. طيب. ما عدنا شفنا ولا أي اهتداء على أي سفينة مرأة بالخليج. لا إسرائيلية ولا غير إسرائيلية. حتى البيان الأمريكي يلي قال أنه أوعز لناتنياهو أنه ممكن يصير فيه اهتداء على سفن تجارية. وإنشان هيك الأسطول الخامس تحرك. كله كان هذا فقط من الطرف الأمريكي. لا أكثر. الأمريكي متضرر من هذا. الأمريكي أنا بقول متضرر. أنا بقول الأمريكي يتم استدعاؤه من قبل طهران إلى المنطقة. لأنه إيران ترتاح أكثر لتسوية مع الولايات المتحدة كما اعتادت. أكثر من تسوية يكون فيها الصيني هو القطب الضامن الوحيد. سوى علاقته مع الصين مريحة. علاقته مع الصين. اقتصادية وغيرها. علاقته على قصة وين وين. هاي دي سيتيويشن وين وين بيبشي فيها. أنت بتاخد مني غاز ونحن نخيم ندفع لك مصاري لتخرج للبائقة الاقتصادية. أما على المستوى الأمنى. فطبعا شبكة العلاقات الأمريكية مع المنطقة هي أوسى. برغم التراجع يلي عرفته. وقدرة الأمريكيين على التأثير لازالت موجورة عبر ميليشيات يعني. سواء عبر قوات سوريا الديمقراطية فصائل إسلامية وإلى آخرية. فإذاً يريد تريد طهران أن تكون الولايات المتحدة شريك في هذه الصياغة الجديدة. ولذلك الخطاب الأمريكي يلي عم يحكي عن تهديدات وأمن إسرائيل وأمن الممرات المائية وأنه نضبط أمن الميليشيات وإجيت لهون إنما هو استدعاء أو حضور دون استدعاء. هل ممكن؟ أنه يا شباب نحن في وقت الحرب نعرف محلنا. طيب أما في وقت السلم فأين هو موقع إسرائيل وأين هو موقع الولايات المتحدة؟ هل ممكن أنه يصير في تفجير أمني كبير بالمنطقة لضرب هذا الاتفاق من المتضررين منه أو المنزعجين منه؟ لا أنا أعتقد ربما يتعطى الاتفاق جزئيا هون أو هون أو ربما يكون ذلك مدعاة لتسويات ما تشرك الأمريكي أكثر في هذا الاتفاق. يعني اليوم الأمريكي مشترك بالعواطف بيقول الأمريكي على لسان بلينكين وغير بلينكين أنه نحن نخي مع أي اتفاق يؤدي إلى الاستقرار في المنطقة. بعض بيقرأ الاتفاق أنه سنج والشيعة بالمنطقة يعني اتفاق إسلامي سيكون على حساب الأقليات في المنطقة. يعني أنا أعتقد أنه هذا يعني فردكي في غير محلة. يعني أول شيء الأقليات بالمنطقة. لم يحكي مسيحية دروز حتى إسرائيل تعتبر أقلية؟ أنا أنا أقول لك لا بس أنه بس أنه أينتا يعني أول شيء المسيحيين بالمنطقة كله عمرهم عندهم بعض عربة. والدروز أكيد يعني هني هني قبائل أتوا من الجزيرة العربية. وحتى كل الناس الموجودة في المنطقة العربية ما كان عندها هذه المشكلة ولم تثار هذه المشكلة برغم أنه الأكثرية الساحقة هي سنية في المنطقة. طيب لما دخلت إيران ضمن المنطقة برضو ظل يعني لا يقارن العدد الإيراني بالعدد السنة. ولكن هذه تسوية تسوية إلى أبعاد إلى أبعاد يعني إلى أبعاد استقرار وطني بكل المحلة. ما ملاش شو عندهم المسيحية والدروز والعلوية مشاريع طائفية يمكن أن تنتج شيء إذا لم يكن هناك رعاية غربية لهذا الموضوع. لا. بتذكر حضرتك من فترة قلت لي أنه الإسلام السياسي يتراجع وإلى زوال. نعم. هل اليوم يعني الاتفاق الكبير اللي عم نشوفه بين إيران والسعودية يخدم هذا الرأي ولا يناقضه؟ لا يخدمه. يخدمه. لأنه أول شي قبل أن تفاوض المملكة العربية السعودية بقيادتها الجديدة إيران في هذه الجولة الأخيرة كان هناك سياسة واضحة لمكافحة الإسلام السياسي في كل الأماكن. وكلنا بنعرف أنه كان هناك مواقف في السابق من تركيا بسبب الإسلام السياسي وكان هناك مواقف من مصر ضد تركيا بسبب الإسلام السياسي ورأينا تراجع كبير في المواقف التركية بموضوع الإسلام السياسي. إذا مشروع الإسلام السياسي ومن ضمنه الإسلام السياسي الشيعي فقد مبرر وجوده أو على الأقل يعني اليوم السعودية ليست إسلام سياسي؟ لا أكيد من أسلام سياسي. يعني كيف إسلام سياسي بيفتح لك أكبر منتديات الحوار بين الأقليات وبين كل الثقافات بالعالم؟ وين إسلام سياسي يلي يعني أنت عم تشوف التحول اللي يلي عم بيصير؟ طب طب على المستوى مش على المستوى السياسي الاجتماعي الاقتصادي. وين إسلام السياسي في المملكة العربية السعودية؟ ما عم قل لك إسلام السياسي شيء وأنت تكون دولة يعني تدين بالدين الإسلامي شيء آخر. عم نحكي اليوم أنت لما دولة بتجي بتعمل علاقات دولية وترسي ثقافة القانون وبتعمل استثمارات مفتوحة لكل العالم بيدخلها الناس من شرق آسيا ومن غرب آسيا ومن كل العالم وين بيكون الإسلام السياسي؟ الإسلام السياسي أنك أنت ترجع تضلك على طريقة هذا المطوع بالطريق ويكون ولا شو ما بدك بترجع. إسلام السياسي على طريق التهران إذا بدك أنه شو ما بنى بالأخير شو ما أقرت الدولة فبالنهاية القرار هو للمرشد. هذا بيكون إسلام السياسي. أما أن ينتهي دول المرشد ويأتي دولة دولة وتصبح المرأة شريكة بالعمل الدبلوماسي بأكتر من سفارة في مجلس الشاورة تصبح المرأة شريكة تطلق هذه قصة المساوات يمنع الناس من أي مظهر ديني مزعج. حتى الصيام إذا شئت أنه أنت مطصوم برمضان ممنوع حدا يعترضك. وين بيكون إسلام السياسي؟ طبع في إسلام السياسي. نحكي شوي بالزواريب اللبنانية الدايئة بموضوع الرئاسي. كمان انتلاق من أن هذا الاتفاق الكبير في المنطقة قد يؤدي إلى حل حلي على المستوى الرئاسي. واليوم بتكتب حضرتك وبتقول أنه من كم يوم حزب الله ومسيرة البحث عن مرشح ثالث للرئاسة علما أنه هو يقول أنا ما عندي بلان بي أنا مرشح إسلامين فرنجية. هل هو سيتخلى عن فرنجية قريبا؟ ولا فرنجية اليوم حظوظه أعلى بظل التحول الأقليمي؟ سيتخلى عن فرنجية. سيتخلى عن فرنجية. وبالعادي يعني معروف أنه ما يقوله خلاص. أول شي أنا بدي أرجع للي قاله إذا كانوا بأحد المقالات أنا قلت شو حكى الشيخ نعيم قاسم. لما بيقول الشيخ نعيم قاسم يجب أن نظب إلى المجلس النيابي. والفريق الذي يأتي بأصوات بتطلع المرشح تبعه. ويجب أن يعترف كل الناس أنه هذا الرئيس هو رئيس لكل لبنان. أنا بدي أرجع لهم. لأنه عادة الأدوار هذه يعني الرسائل من هذا المستوى تعرف دور الأمين العام دائما هو عملية يعني إذا بدك إدارة الإعلام يعني دائما يعني إعلام مرتفع وأعلام أغلبية الأحيان موجهة للخارج وليس موجهة للداخل. بيصار في النظر عن يعني اللبنانيين اللي بقوا بالعشر تلاف أو أكثر عم يتسمعوا. ولكن هذا أغلبية الرسائل لا تكون الدعم. إخراج كيف رح يكون الإخراج؟ الإخراج أولا يعني ما بدأت قصة أنت يعني استعملوا نسحب أو ما ترشع. يعني استعمل الفرنجي أو شيء لا ما ترشع لغاية الآن. صح؟ صح ولكن يجب أنه يعلن أنه أنا خارجي السباق. طب. يعلن أنه خارجي السباق. لأنه اليوم لم يعد بالإمكان تسويق استعمل الفرنجي. بعدين المسألة يعني بالنسبة لحتى من يقوم بالتسويات ليست في شخص الرئيس. يعني اليوم مثل ما قال زميلنا سام نسا ذاكريهم على أحد المحطات. إنه إذا بتجيب ماربطرس أو ما بعرف مين سمها تعمل رئيس جمهورية. مش عمش العال. الموضوع مش رئيس جمهورية. طب أنت جبت لبدا كيه رئيس جمهورية. وبكرة رجعنا فوتنا بهايدي دواي خيط تشكيل الحكومة. وبلشنا هون بمضي وهون ما بمضي وعطيني ومعضي. موضوع أنه هون بقى. كل الناس يعفوا أنه هذا الكلام يعني. كلام اللي يرمى للإستهلاك المحلي شيء. اليوم بتمسكين كل العالم خيب إصلاحات. اليوم يعني مراجع أمريكية من رئيسة من الخارجية الأمريكية لممثلة مسائلة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ليف لما إيجد عبا يروت. كله بيحكيك بالهيئة النازمة للكهرباء. الكل يدرك أنه كهرباء لبنان هي المصدر الرئيسي للتمويل السياسي. وليس فقط لجبران بيسيل. لكل شركاء جبران بيسيل في السياسة. خلينا نخلص معها. اليوم معركة أمريكا وعمشوف عقوبات يعني فاتت بالفساد. أنه اليوم معاقل الفساد مش الإرهاب. هذا مظهر أنه يجب أن نقله بهذه الصفحة. يعني اليوم لما بتحكي عنها وللأخوان الرحمة. طب شو هولي. طب ما كناش بنعرف من عشر سنة. انه متعاهدين. كل العالم بيعرفه. طب كله بيعرف. قصية البواخر. ما كانش كل العالم بتعرف. طب ليش اليوم بيحقوا عن الكهرباء. عاش عراق يكي عن البواخر. ليه؟ خلينا خلينا نطلع منها القصة. اليوم كل مظاهر الفساد في لبنان كانت في سبيل خدمة يعني مرحلة سياسية ما. يعني الرئاسي صار تفصيل أمام ذلك. الرئاسة الرئاسة ليست تفصيلا. الرئاسة هي 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 نقطة تحول أساسية عندما تسير وفقا للمطروح. النقاط المطروحة. اللي هي الإصلاحات. الاتفاق مع البنك الدولي. الهيئة النظمة في القطاع الكهرباء وغير الكهرباء. وإجراء إصلاحات هيكلية. موابحة لما بيجي يعني ليف بتقلك. انه خي ولا الكهرباء من الأردن ما حتمشي إلا إذا عملته لهيئة النظمة. يعني هذا التفصيل اللبناني عندما يصبح على طاولة الخارجية الأمريكية. بيبطل تفصيل ولا كيف جبران بيسير شايف السجود الفاضية. ولا كيف بيقعد بيحكي. خلينا يعني نعرف هذا الموضوع خلص في مرحلة انتهت. بالاستثمار السياسي ستبقى. ولكن اسلامان فرنجية لن يكون مرشحا. واسلامان فرنجية لا يمكن أن يكون رئيسا. لأنه بالأخير اسلامان فرنجية إذا أنت جبته. بالوجدان تبع اللبنانيين أول شيء. ما ليس هذا الزلمي. أول شيء إنه ما نمخبه بالزلمي عابيقول بكل خطباته اللي أعيد إنتاجها على الأعلام. إنه خي أنا معروف وين أنا موقفي مع المقاومة. خلص أساسا أساسا ما يسمى بالمقاومة سيكون له تعريف آخر. يعني لا يمكن أن تصاغ حياة سياسية فيه. يعني معادلة جيش وشعب ومقاومة ستنتهي؟ هي من تهية من أول ما طلعت هايدي. بلس بالبيان الوزاري. بالبيان الوزاري أكيد لما بتحط له فرد براسه لرئيس الحكومية بعمل هايك. يعني شو بلو يعمل يعني. لما بتحتل الوسط التجاري وبتعطل البلد وبتمنع المجلس السنية بأنه يعني يجدمع. طيب شو بيكون؟ العميد الركن خالد إحميدي شرفنا حضورك معنا اليوم. شكرا للكون. مشاهدين الكرام هيك بنكون وصلنا لختم الحلقة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. شكرا لكم. لعم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. zamore. ми ترجمة نانسي قنقر